بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي خلنا نشوف حلونا لأسئلة الاختبار الافتراضي والسؤال الأول الفرع ألف إذا كان واحد زائد اثنيا آي هو أحد جذري المعادلة هذه فما جذرها الثاني وما قيمة أي كنا نعرف عزائي بأن المعادلة التربيعية هي شنوه المعادلة التربيعية هي X تربيع ناقص شنوه ناقص مجموع الجذرين إذن هنا H زائد K في X زائد حاصر ضرب الجذرين يساوي صفر إذن السهنة هذه هي المعادلة التربيعية القانون العام للمعادلة التربيعية وإذا عرفت أكتب هذا القانون فعملية المقارنة رح تكون سهلة بالنسبة إيدي إذن هنا بمجرد أن اكتبت هذا القانون واضح جدا بأن H زائد K في هذه المعادلة مجموع الجذرين شي ساوي يساوي ثلاثة ناقص I والH في K هذا شي ساوي الH في K يساوي A زين إذا شعندي معلوم بالسؤال معلوم هو أحد الجذرين المعلوم هو أحد الجذرين إذن رح أجي أعتبر الH هو واحد زائد 2I إذن معناها الK هو الجذر الآخر اللي مطلوب عندي زين بمن رح أبدي هسة رح أبدي بتجمع لو بالضرب بس واضح جدا بأن إش عندي واضح جدا بأن عندي H زائد K هذا شي ساوي يساوي ثلاثة ناقص I وعندي H في K يساوي A زين إذن حاصل ضربهم مجهول ولكن مجموعهم معلوم إذن في أش أبدي هسة واضح جدا رح أبدي بالمجموع إذن هنا بمجرد أن أبدي بالمجموع الH معلوم عندي الكي مجهولة يساوي ثلاثة ناقص I إذن هذا رح يحول إلى الطرف الآخر بتغيير الإشارة يعني رح يصير هنا سالب سلون أطرح عدديا مركبيا العدد الأول يبقى على حاله أقلب عملية الطرح إلى عملية جمع أستبدل العدد الثاني بنظيرة جمعي إذن طلع عندي الجدر الآخر اللي هو K هسة وين رح أروح؟ رح أروح مرة ثانية إلى حاصل ضربهم آه يعني معناها ش رح يصير عندي؟ رح يصير H في K يساوي A ال-H عندي وال-K عندي رح أضربهم رح يطلع الجواب يساوي A إذن معناها ال-H معلوم ال-K معلوم ضربهم إذن معناها قيمة A تساوي ثمانية زائد I السؤال إسا هنا دي يقول لي فما جذر الثاني وما قيمة A زين إحنا سوينا هسة هسة استخرجنا قيمة الجذر الثاني بالبداية وبعدين استخرجنا قيمة A زين اللوغة اللي فما قيمة A وما هو الجذر الثاني يعني إذا صار تبادل بالمراكز هنا هذا الحل صح له غلط الحل صحيح ليش لأن ال-W في اللغة العربية لا تبيد الترتيب يعني هنا دي يريد منك الجذر الثاني قيمة A السياهو أول ياهو ثاني بكيفك زين دا أسمع الساحد الطلبة يقول إحنا ما أخذين قانون المعادلة التربيعية ما أخذيها هي A أكس تربيع زائد B أكس زائد C يساوي صفر يقول هيش ما أخذين إحنا المعادلة التربيعية ومجموع الجذرين ال-H زائد K يقول إحنا ما أخذيها القانون هو السالب B على A وحاصل ضرب الجذرين اللي هو H في K يساوي C على A ما كو مشكلة إذن قانونك صحيح ليش لأن هنا ال-A هو واحد وأنت هنا من راح تقولي ال-H زائد K يساوي سالب B على A يعني اش راح يصير عندك سالب ال-B هو من هو ال-B هو السالب 3 ناقص I على A يعني معناها ال-A هو واحد يعني سالب في سالب موجب أيضا هنا صار عندي 3 ناقص I اللي هو مجموع الجذرين إزيان راح يجي طالب آخر يقول أنا أقدر أقول أن أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة ورح أجي أعوض أم كان كل X أعوض واحد زائد اثنيا آه يصير لو ما يصير راح أقول لك إيه نعم يصير يعني هنا هذا راح لا أعتبره H ولا أعتبره K هذا راح أعتبره X يعني ش راح يصير عندي هسة راح يصير 1 زائد 2I تربيع ناقص شنوة 3 ناقص I في 1 زائد 2I زائد A يساوي 0 هذا راح أسوي مربحة دانية ذولة أوزعهم وأبسطهم أقلب عملية الطرح إلى عملية جميع أجمع جميع تيادي إيش قد يطلع الجواب أشمر للطرف الآخر إذن معناها راح تطلع لي قيمة A 8 زائد I هسة ش راح أصير المعادلة بالحالة راح يصير عندك X تربيع ناقص شنوة 3 ناقص I في X زائد شنوة زائد 8 زائد I يساوي 0 فرح تجي مرة ثانية تفرض ال H هو 1 زائد 2I والK هو مجهول لجذر الآخر لو تكتفي بالجمع فقط لو تكتفي بالضرب فقط ليش لأن مجموعهما معلوم وضربهما معلوم إذن الطريقة الأخرى لحل هذا السؤال إذن نقدر نعتبر أي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة فرح تأوضى تعويض مباشر إذن كل الطرق تؤدي إلى المية إذن اختار الطريقة لتعجبك وإن شاء الله إجابتك صحيحة بالنسبة إلى هذا السؤال ويخلي نشوف الفرعب هسا بعض الطلاب يقول إحنا هذا ال-Y يساوي X ساين X هذا شو عرف هذا شايفي قبل لكن شو هذه غريبة علينا إحنا بالكتاب قايل لنا اثبت أن المشتق الرابعة ناقص ال-Y زائد 4 ساين X ساوي صفر يقول بالكتاب هاي جي سؤال الكتاب وجاي بالوزاري زيان أنت من جبتنا هذه ال-Y 5 رح أقول لك ترى هو الأسئلة الوزارية يعني أنا أريد أطيك في التطمين بأن هنا لا تتوقع بأن الأسئلة الوزارية فالشيء إثرائي وليس له حل في R ليس له حل في C ولا أريدك تكون هنا مطمئن أكثر من اللازم وتقول الأسئلة الوزارية هي كلها نصا من الكتاب احنا هدفنا في موضوع الرياضيات هو الفهم الرياضيات سمي بالرياضيات لأنه فهم زائد ممارسة وإلا هنا بدون ممارسة وبدون فهم للموضوع ما راح يكون اسم الرياضيات ممكن نسميه محفوظات ممكن نسميه تاريخ ممكن وهكذا إذن أنت إذا فهم الفكرة وإنت إذا عرفت تجي تحسب لي المشتقة الأولى وعرفت تحسب لي المشتقة الثانية وعرفت تحسب لي المشتقة الثالثة وعرفت تحسب لي المشتقة الرابعة يعني شنو ما راح تعرف تحسب لي المشتقة الخامسة أكيد تعرفها ذني الحالات كلهم إذا أنت تعرف تسويهم فأكيد المشتقة الخامسة راح تكون سهلة هس هنا شنو فكرة السؤال بأن اشتق خمس مرات وبعدين نزلها للطرف الايسر ايش راح اسويه راح اتعوض مكان ناتج المشتقى الخامسة بما يساويها وتكتب ناقص اتعوض مكان ناتج المشتقى الاولى بما يساويها وتكتب ناقص تكتب لي اربعة ساين اكس هنا اذا راح تصير تجيك اخبار سعيدة راح تصير مجموعة اختصارات اذا كلها راح تختصرها راح يطلع الجواب صفر اذا خلي نشوف طريقة حل هذا السؤال واي تساوي اكس ساين اكس يعني بينها تنظروا بقاعدة خامسة والقاعدة الخامسة شو تقول تقول الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى يعني اذا الواي فتح تساوي شرح تصير الاولى منه هي اكس في مشتقة الثانية كوساين اكس زائد الثانية منه الثانية هي ساين اكس في مشتقة الاولى واحد إذا نسى هنا أمامك هذه المشتقة الأولى من أريد أروح للمشتقة الثانية رح هذه أشتقة حسب القاعدة الخامسة حاصل ضرب دالتين ورما أكمل رح أجي أقول زائد مشتقة الساين أكس رح يصير كوساين أكس يعني المشتقة تتوزع على الجمع لأي عدد من الحدود هذا رح أجي أشتقة حسب القاعدة الخامسة يعني شنو الأولى هي أكس في مشتقة الثانية ساين أكس زائد الثانية منه الثانية كوساين أكس في مشتقة الأولى واحد ومشتقة الساين أكس هذا شرح يصير عندك رح يصير كوساين أكس هنا كوساين أكس وكوساين أكس شرح يصير عندي رح يصير اثنين كوساين أكس إذن هذا رح يصفى ساين أكس ساين أكس زائد شنو زائد اثنين كوساين أكس إذن هذا ما يخص المشتقة الثانية إذن ناتج المشتقة الثانية دعشوف أمارك هل صار عندك نوع من الممارسة يعني سهنا رح تقول علي من رح أجي رح أجي على هذا رح أجي على هذا هذا رح أجي أشتق حسب القاعدة الخامسة اللي هي الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى وورا ما أكمل القاعدة الخامسة رح أكتب زائد مشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة اللي هو سالب ساين أكس إذن ش رح يصير عندي هسه إذن معناها المشتقة الثالثة دعشوفوا هنا الأولى منه هي سالب أكس مشتقة الثانية منه كوساين أكس زائد الثانية منه ساين أكس في مشتقة الأولى سالب واحد ومشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة هسه سالب ساين أكس وسالب اثنين ساين أكس هذا من هو هذا سالب ثلاثة ساين اكس وهذا سالب اكس كو ساين اكس اعتقد الامور جيدة لحد الان المشتقة الرابعة الشهر راح اجيب احصلها ولازم اتميز عزيزي باكو فرق كل الشبير من يقول لك هذا ومن يقول لك هذا اذا الحالة الاولى هذه معنى هواي اس اربعة لكن الاربعة اذا لقيتها داخل قوسيا اذا هذه تسمى المشتقة الرابعة والمشتقة الرابعة اذا مطاك هذا الرمز ما لا تشرح يسميها راح يسميها دي اس اربعة واي على دي اكس اس اربعة اذا هذا رمز المشتقة الرابعة اذا بنفس الكيفية الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى وهنا مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة اذا طلع الجواب اكس ساين اكس ناقص اربعة كوساين اكس وبنفس أي الكيفية رح أجي أروح إلى المشتقى الخامسة هس كملت كل الاشتقاقات اش رح يصير عندي هس رح أنزل ناتج المشتقى الخامسة اللي هو منه اللي هو هذا يعني اش رح يصير هنا رح يصير اكس كوساين اكس زائد شنوه زائد خمسة ساين اكس نزين ناقص المشتقى الأولى من المشتقى الأولى هو اكس كوساين اكس زائد شنوه زائد ساين اكس ناقص شنوه بعد هنا رح يصير عندي ناقص أربعة ساين اكس إذن إش رح يصير عندي الجواب إذن الجواب رح يكون بالصورة التالية بس هنا دير بالك من أجي أقول لك ناقص المشتقى الأولى المشتقى الأولى هذه يعني معناها السالب رح يتوزع على الطرح أو على القوس إذن الجواب النهائي سيكون بالصورة هذه إذن هذا هو ناتج المشتقى الخامسة السالب انضربت مرة بالأول مرة بالتاني إذن صارت في الصورة هذه ناقص أربعة ساين X إذن X كو ساين X ناقص X كو ساين X صفر خمسة ساين ناقص ساين أربعة ساين ناقص أربعة ساين يساوي صفر إذن تم المطلوب لهذا السؤال إذن أنهينا السؤال الأول إذن سيكون لنا جزء آخر بخاص لحل السؤال الثاني انتظرونا